وعية وهي طفلة يشوي طفولتها عشان رجل كبير في سن جدها يتمتع به. ده اللي جاين لك بيه. ويقول لك شرع ربنا. شرع ربنا تسجد له وتصام له. مش تتمتع بالبنات. وهم دولة سن الرجل. مش من حقك. وعشان كده دي دولة اللي انت عايز ترجعها تاني ده بعيد عن عينك. طب ممكن ان انت ترجع لدولة الخلافة. طب ممكن نرد. احنا بنعمل هذه الحلقات. طب ممكن نرد. منتهى المهانة. المفروض بدل ما الناس ترعى الاطفال تتمتع بيهم. ولسه. ممكن نرد طيب ولا. ولسه جايل حضرتك. وانت ما تفرقش عني عندي زي المحتصد. لما ييجي طفلة ما بتدركش معنى الزواج. ولا عندها اي فكرة عن جسم الرجل تفاجأ بي معها في مكان واحد. عيب. ده الكلاب ما بتعملهاش. الكلاب مفيش كلبة مش بالغة بتتجوز. هتولي كلبة مش بالغة تزوجت. هتولي زئب مش بالغ تزوجت. عيب عليك ده الحيوانات ما عملتهاش. انت واخد البنت عشان معروفة. بعد اذنك اخت سيدتي. انا عندي بربي كلاب انا يعني بحب كلاب. ولما كليبتر صغيرة. بدي احكي لك الشغلة لما لحظة قبضت الموسيقى. لما كليبتي صارت يعني عادة بتجيها العادة للبني آدم. لأنها ينو شو بيسموهم مامل. فاخدت عندي الدكتورة. فطبعا هون احنا بنعمل عمليات. مشان ما نحدد من نس للكلاب. مش نوشورهم بالشوارع. ففي ناس بحبوا يربوا كلاب. فهي الدكتورة قالتلي هل بتحبي انها يعني تبريدت? كي بحكوها بالعربي بريد يعني انو تحبليها وتخلفيها وتبيع كلابها. ولق في قوانين اذا بدك تعمل هيك. قالتلي اذا بدك تحبليها ما تحبليها هلأ. ما بتقدر. اللي هي الكلبة بيد عنكم الكلبة. بيحب لغاش. من اول حال.